اهلا بكم وفيديو جديد النهاردة معكم امير اسعد من قناة دكور ورسم النهاردة هنعمل يعني اعتبر اقل حائط في السعر بديل الرخام وبديل الخشب ويعتبر اغلى حائط انا عملته بديل رخام وبديل الخشب الحائط اللي قدامنا ده اتنين متر وعشرة سانتي ومش هنعمله كله بديل الرخام وبديل الخشب احنا هناخد بس جزء والبقى هنعمله ستيل بحيس اللي هو يوفر ونعمل شكل جمالي زي ما حضراتكم شايفين اول حاجة ببدأ اخد المقاس ودي بديل الخشب 17 سنتي ده ممتاز جدا ببدأ اخد اول حاجة بكتعة بديل الخشب باخد المقاسات هقولك في الفيديو دوت طبعا كل الاسعار والمصنعية وكل حاجة بحيس اللي انت ما تيجي تعمل جنبه هتبقى عارف كل حاجة وهتجيب منين وهتشتري ويبقى الجنب كله على بعضه بالمصنعية بتاعته في حدود كام تابع الفيديو وان شاء الله اعرفك كل التفاصيل اول حاجة ببدأ اخد مقاس اللوح وبسبت اللوح الاول اي حائط بتعمله بتسبت اللوح الاول بحيس اللي انت تحكم يمين وشمال زي ما حضرتك شايف كده ببدأ ااكد على المقاس وبتاكد كذا مرة لان هو يما بتيجي تقطع لازم القطع تكون مزبوطة لان ده مش بتقطع لو تقطع غلط خلاص كده شكرا فانت بتاكد على المقاس اكتر من مرة وبعد كده بتبدأ بالقطع تفصل زي ما حضرتك شايف كده اللوح دوت بـ 800 جنيه يعني حاجة برضا كويسة جدا فيه منه مستورد وفيه مصري وتقريبا الاتنين قريبين من بعض شكرا بقى صريح معاكم الاتنين كويسين بعد كده ببدأ ااكد على مقاس اللوح بحيس اللي انا احكم اللوح في النص زي ما حضرتك شايف كده سواء حضرتك عميل او صنايعي عايز تعرف الطريقة الفيديو ده يفيدك جدا لان انت بتعرف كل التفاصيل وطريقة التركيب والاسعار هتعرف كل حاجة عن الموضوع دوت بحيس اللي انت ما تيجي تدخل تعمل حاجة زي كده سواء حضرتك عميل او او مثلا صنايعي يبقى عندك فكرة كويسة جدا بالموضوع اول حاجة بقى بعد ما اخدت المقاس بالزبط ببدأ احط اتنين سيليكون في اللوح مش اقل من اتنين سيليكون يعني مش اقل من اتنين سيليكون السيليكون الواحدة بمية جنيه ده التركي الخامة كويسة الحق الدوت هياخد تلاتة اللوح هياخد اتنين والباقي هياخد واحدة سيليكون اول حاجة بقى بعد ما قطعت اللوح وبدأت بقى ايه خدت مقاس اللوح بالزبط هابدأ اسبت اللوح زي ما حضراتكم شايفين الجنب ده عفكرة حلو جدا ومش مكلف للناس اللي هي واخدى فكرة عن بديل الرخام غالي جدا الجنب ده يعني سعر وهيعجبكم جدا بابدأ اسبت اللوح زي ما حضراتكم شايفين على الخطوط اللي انا خدتها المتر اتنين وعشرين بحيس اللي انا كده زبط في نص الحق بالزبط وبعد كده ببدأ اقمن بقى عليه بالشاكوش الجلد بحيس اللي هو يوزع السيليكون طبعا وانت بتثبت اللوح في حاجات ممكن من الطروف تلاقيها محتاجة تاني طبعا ما تسيبهاش والسيليكون العظم لسه طريب تبدأ تقفلها ما بتسيبش اللوح ينشف لان لو سيبته شد شوية مش تقدر ترفعه من على الحيطة زي ما حضراتكم شايفين بابدأ اوزع السيليكون اللي تحت بعد كده لقيت حتة زي اللي حضراتك شايفها دي بابدأ اديها تاني سيليكون قبل ما تنشف وسبتها كويس بحيس لما السيليكون بينشف زي ما حضراتك شايف كده بعد ما ثبت اللوح بجيب شريحة ستيل 5 سنتي اللي ستيل ده ب50 جنيه طبعا انا كاتب لك كل حاجة واحسابها لك على بعض عشان لو حاجة فاتتك بابدأ اثبت الشريحتين اللي ستيل يمين وشمال يبقى اللوح ب800 وشريحة اللي ستيل ب50 جنيه بابدأ اديها سيليكون واسبتها زي ما حضراتكم شايفين بشاكوش الجلد وابدأ اديها بالتيب زي ما حضراتك شايف كده والناحية التانية طبعا يعني فيه ناس بتركب فوق اللوح وفيه ناس بتركب جنب اللوح حسب بقى المساحة اللي عندك والشكل انت تعمله وبتبدأ لو فيها واصلة بتعملها تحت زي ما حضراتك شايف كده طبعا الاستيل بيجي اتنين متر اربعة واربعين فطبعا الحقط عندنا اكبر وما فيش استيل اكبر من اتنين اربعة واربعين فانت بتعمل واصلتين وبتخليهم تحت عشان ما يبقوش فوق ويبقو ظاهرين زي ما حضرتك شوفت كده بعد كده بقى لو فيه حتة جبس زي اللي انت شايفها دي ببدأ اقطع الشريحة مظبوطة وبصفحة منشار بتقطع بكل سهولة طبعا بديل الخشب ده ممتاز جدا الشريحة منه بتلتمية وعشرة تقريبا او تلتمية وخمستاشر بعد ما اخدت المقاس بالزبط بابدأ اعمل الخلع اللي هو بتاع الجبس باخد اللقطة واللقطة بتاعته منها التانية وابدأ احددها وبردك شوف الطريقة بتاعت قطع طبعا انت بتخلي بالك لان بديل الخشب ضعيف شوية ممكن يتقتم منك لكن انت بتركز وبتقطع بالراحة بحيس اللي هو ما يكسرش منك وزي ما حدك شايف كده عملت الخلع بتاع الجبس بطريقة بسيطة جدا ببدأ اخد الخلع بتاع علبة الكهربا بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده طبعا يعني انا بشتغل بقل امكانيات عشان اي حد يقدر يشتغل بيها يعني لو انت بالنسبةك مش معاك ساروخ في جنب زي كده صفيحة منتشار وقطر تقدر تتعامل ما فيش اي مشكلة خالص ببدأ اثبت جنب طبعا للستيل وبخلي بالي طبعا الشريحة بتاع بديل الخشب ما تدخلش على الاستيل عشان الشكل يبقى متناسق والخمسة سنتي كلهم واضحين زي ما حدك شايف ببدأ اخد لقطة بتاعت الكهربا الناحية التانية وطبعا دي مهمة جدا اللي انت تقطعها مظبوطة ما تقطعهاش يعني اوسع بكتير لقطعها على القد بالزبط بتخلي بالك القطعيات دي عشان دي مهمة جدا ما تبقاش علبة الكهربا يعني مفتوحة كبيرة ولا شكلها وحش فانت بتقطعه على القد بالزبط زي ما حضرتك شايف كده ببدأ اسبت الكتعة بتاع بديل الخشب طبعا ده اتنين بديل الخشب اللي اتنين بستمية وتلاتين الواحد بتلتمية وعشرة وكده عندنا اللوح والستيل وهحسب لك كل حاجة بحيث اللي انت تبقى عارف الحائط ده هيكلفك قدي ايه بالزبط طبعا عندنا مساحة هنا يعني الحائط عندنا اتنين متر وعشرة فالحاجات اللي احنا جايبانها ديت هتغطي متر اربعة وسبعين فهيبقى ستة وتلاتين سنتي فاحنا حطينا شريحة زي ما حضرتك شايف كده شريحة استيل في النص حيث اللي احنا مش عايزين نكلف ونحط بديل خشب تاني زي ما حضرتك شايف كده وصلنا الشريحة في النص طبعا طب انت هتقول لي مثلا ما انت عندك كده حائط ظاهر انا الحائط الظاهر دوت يعني انا هدفن الاستيل بالمعجون علشان يبقى شكله برضه قايم مع الحائط يعني مش هحطي الاستيل كده واسيبه لا انا همعجن عليه بحيث اللي انا هدفن الاستيل جوه الحائط يعني انا بديله معجون دلوقتي بسويه بالحائط زي ما حضرتك شايف كده وبعد ما بسويه بالحائط اه واخليه مش مش ظاهر الحروب بتاعت الاستيل ببدأ وده الصح يعني لما يكون حائط زي كده لان الاستيل بيجرح فالافضل يبقى جوه الحيطة ببدأ اصنفر بعد ما معجنت الجنبين وبطن لون مثلا يمشي مع الالوان بتاعتي فانا هعمل مثلا بانيلا لاتين في الجنبين دول بحيث اللي هو يمشي مع الدهبي ويمشي مع بديل الخشب بديل الخشب ده رقمه 0 9 الكود بتاعه وببدأ اه اه اعمله قطيفة الاجزاء اللي فاضلة ديت بحيث اللي احنا بردك نخلي شكلها يعني قيم شريحة الاستيل دي بخمسين جنيه طبعا احنا استخدمنا اه خمس اه شرايح لان الشريحة مش بتيجي للاخر بعد ما شطبت بقى الجنبين هبدأ افنش الحائط زي ما حضرتك شايف يعني الحائط دوت اه المصنعية بتاعته هتلاقيها في حدود 700 جنيه طبعا كل صناعية حسب نظافة ايده بس انا بكلمك على شغل نضيف اه في حدود 700 جنيه اللوح ب800 الاربعة استيل خمسة استيل 250 بديل الخشب الشريحتين ب630 تلاتة سيليكون ب300 جنيه فانت كده الاجمالي عندك 2680 يعني الحائط ده تكلفته كل حاجة 2680 طبعا الحراكة اللي بتجيب الحاجة مش انا او اللي بيركب او حسب ما تتفع بس انا عن نفسي مش بجيب حاجة ده 2680 جنيه طبعا ممتاز جدا وشكله شيك جدا زي ما حضرتك شايفه برضك بالنسبة للاسعار وارتفاع الاسعار الفترة دي اهو انا شايفه مناسب جدا وده اعتبر ارخص حائط بديل رخام هنشوف الحاقط التاني الحاقط ده بقى يعني مكلف شوية ده وده عايز مساحة كبيرة يعني لو انت حابب تعمل مساحة كبيرة دوت المساحة بتاعته اربعة متر وثمانين سنتي عرض طبعا الطول مش بتفرق لانه هو اتنين ثمانين بيجيب اي طول شقة طبعية فطبعا بتبدأ تاخد بناخد مكان الشاشة الاول زي ما حضرتك شفت بتحدد مكان الشاشة وبعد كده بتبدأ تاخد شريحة بديل الخشب زي ما حضرتك شايف كده طبعا بديل الخشب ده هتلاقيه في حدود 315 جنيه فطبعا انت بتحكم الجنب اللي زي كده طبعا برضك الجنب ده هعرفك كل تفاصيله زي الحاقط اللي قابله ده يعتبر اكتر جنب عملته كتكلفة في الخماد بتاعته لان الحاقط ده هاخد 21 شريحة بديل الخشب يعتبر ال 21 دول في حدود 6600 جنيه بديل الخشب بس ببدأ اثبت اللي لوح زي ما حضرتك شايفها ببدأ احكم الجنب بتاعي طبعا الحاقط ده كان فيه علي وعط كتير خد سيليكون كتير جدا هعرفك برضك كل التفاصيل اول حاجة ببدأ اروح محدد بديل الخشب عشان ده لي طريقة الحاقط ده مش بتشتعل فيه بتبدأ من اي مكان لا هعرفك وازاي تحط اللوح بطريقة يعني احترافية وطريقة صحيحة عشان الحاقط ده يطلع معي طبعا اي حاجة بتلاقي علي واطي بتبدأ تزود لها سيليكون زي ما انا عملت في الحاقط اللي فوق كده وهو ميزة بديل الخشب بيدخل عشق ومعشوق في بعضه فبيمسك كويس بس انت هتزود سيليكون لو حاقط علي واطي الحاقط ده واخد لوحده 15 سيليكون عضم عشان كان فيه علي واطي وهو برضك يعني مساحته كبيرة 480 متر بتبدأ تكمل الحاقط بتاعك لحد ما توقف عند الشاشة زي ما حضرتك هتشوف وطبعا بتعمل حاجة مهمة جدا اي بديل خشب بتقطعه بتخلي القطعة من تحت يعني هو بديل الخشب مش بتقطع من اي مكان لا لان ليه عادلة وبيدخل في بعضه فانت بتخلي القطعة من تحت بحيث القطعة لو فوق الوزراء حتى لو فيها عوجة بسيطة جدا مش بتبقى بينها زي تحت السقف فانت بتخلي القطعة اللي بتقطع ديت بتخليها من تحت زي ما حضرتك شايف كده اي قطعة بتخليها من تحت وبتبدأ بقى تثبت لقعدة الشاشة لان طبعا يعني هيركب زاوية هنا فانت بتحاول على قد ما تقدر تزبط الشراحة اللي تحت ديت زي ما حضرتك شايف بتقطع والحقد ده عشان ما كانش مزبوط كل شريحة كنا بناخدها مقاس له وحدها طبعا التركيب يعني مش اي حد بيركب الحاجات دي وبالزات في حقد زي ده يعني الحقد دوت يعني انا من وجهة نظر يقل حاجة مصنعية الف ونص انت بقى في حد هيعمل حقوق زي ده هيعملولك بخمس ومائة جين انت براحتك دي يعني دي بتاعتك انت بس انا بقولك اللي هو الشغل الكويس المفروض يبقى في حدود كام طبعا كل واحد ليه سعر وليه طريقة في الشغل بابدأ اسبت الشراحل تحت وبعد كده بابدأ اراجع بقى اللوح واشوف مقاساتي والمقاس المناسب طبعا اللوح هيبقى كبيرة على حقوق زي كده فاحنا بنسبت زي ما حضرتك شايف كده وبنبدأ هنطلع من اللوح يعني مثلا تقريبا اربعين سنتي فهناخد اتنين اربعين وهنشيل منه اربعين سنتي بعيس اللي انت مش تتركب اللوح كله اللوحات 6 متر ممكن يركب فيه اللوح كله مفيش مشكلة طبعا اللوح ده 800 جنيه بديل الخشب الشريحة في حدود 315 جنيه بابدأ اطلع الشريحة زي ما حضرتك شايف بالقطر تبدأ تعمل حز كده بالقطر بحيس اللي انت تفصل اللوح وبعد كده ما تيجي تقطعه يبقى الدنيا سهلة فانت عملت خط في اللوح بتبدأ تمشي عليه بالقطر بحيس اللي انت تأكد عليه زي ما حضرتك شايف وبتعد عليه مرة واتنين الشغل ده مش عايز استعجال الشغل ده عايز مصطرة مصطرة بتبدأ بعد كده تجيب اي حاجة لها سن زاوزاوية وبتبدأ تفصل بالطريقة اللي حضرتك شايفها اللوح بكل سهولة طول ما انت عملت حز بالقطر خلاص بعد كده بتفتح بقى علاب الكهرباء بطريقة زكاية جدا بتحط لازق وبعد كده بتحط سيليكون بارز زي ما حضرتك شايف وبعد كده بتبدأ تزبط اللوح على المكان بتاعه وما بتضيفوش على الحيطة قال لي ما بتتأكد اللي مزبوط مية في المية وبعد كده بتدوس على الحيطة بيتبعلك علاب الكهرباء من غير ما تاخد مأسات ولا اي حاجة احنا لحد دلوقتي بنزبط اللوح كده زبطنا ودوسنا عليه بحيث اللوح ييتبعلي علاب الكهرباء زي ما حضرتك شايفها ولا تعب نفسي ولا اخد مأسات ولا اي حاجة لما باجه افتح علبة الكهرباء بافتحها اقل شوية لما تفتحها اقل شوية افضل ما العلبة توسع وتبقى شكلها بايخ فانا المفروض اطير السيليكون ده انا مش بطير السيليكون ده انا باخد اقل منه وبعد كده لو في حاجة بالقطر او بصفحة المنشورة قطعها براحتي لاني السروخ لو جري منك وفتحت علبة كبيرة بتبقى شكلها بايخة وما ينفعش تبقى مكلف حوقت يعني وعلبة كهرباء تبقى شكلها مفتوحة ازيد من من العلبة يعني بتبقى شكلها من الظريف وده مش صح يعني اللي انت تعمل كده فانت بتعملها اقل وتوسع لو حبيت توسع براحتك بس خليك في الاضمن زي ما حضرتك شايف كده يعني العلب يعني اقل ما انت يعني عايز وده الافضل حاجة بعملها اصغر شوية وبعد كده تعمل اللي انت عايزه ببدأ اضيف اتنين سيليكون عض على اللوح لو انت عندك الجنب عالي واطئ اوي انت الام منه هتزود نص سعيل بتسيليكون وهتزبط معاك الدنيا بس طبعا يعني متحطش حتة في ناس بتعمل تحط كتل كده يتوزع عشر كتل ولا خمساشر كتلة على اللوح كده انت بتسيب اللوح مطبل ويفضل تدوس عليه يروح ويجي معك لكن الطريقة دي انت بتضمن اللوح يبقى زي الحديد بالزبط في الحائط وانت لما بتدوس عليه ده كله بيتوزع بيلزق في بعضه فانت كده بتضمن اللوح بتاعك على الحائط فسوى الحائط حتى لو جدت عد الشونيور او تخرم انت بتعتبر بتتعامل مع حائط مفيش اي مشكلة لان انت متديله حقه في السيليكون الطروف دي سعب بيظهر فيها حاجات فعالة وقت بتبدأ تضيف سيليكون متسبهاش لما تنشف بتعملها في البداية وزي ما حضرتك شايف كده ببدأ بالشاكوش اوزع السيليكون بحيس اللي هو هيدخل في بعض ورا الحائط وببدأ اخد طبعا انت اي قطعة بتقطعها بتقطعها بالزبط يعني بتدخل شبه بتدخل حشر كده مش بتبقى راحة جاية شايف كده وبعد كده بعمل الجزء ده عشان الجزء السؤال اللي عملته دوت زي ما حاك شايف الشريح بتدخل بالعافية والدصة بحيس اللي هي مبقاش فيها فراه الشريح اللي انا عملتها تحت التكييف ديت دي عشان اعمل مربع يشيل زاوية ستيل عشان الفتحات بتعبديل خشب متبقاش بينه من فوقه تحت والزاوية طبعا هتدي شكل جمال هنا عندي في اخر الحقت الحقت ده طبعا مش مزبوط خالص في بتاع 4 سنتي مع وجين زي ما حضرتك شايف كده انا ماشي مزبوط فبعد كده بتبدأ تعمل لهم الخلع بتاعهم طبعا زي ما حاك شايف كده اتزبطت الحمد لله يعني مصطرة بعد كده بتبدأ تكمل والشراح اللي فوق دي طبعا عشان الحقت مش مزبوط بتقيس شريحة شريحة ما يمفعش تقيس شريحة وتقطع عشرة وتبلع انت بتمشي شريحة شريحة وده الشغل الصح عشان كده في ناس بتختلف في المصنعية بتاع الحوقت زي دين بترجع حسب الفن اللي بيركب في فن بيركب الحقت باسعار يعني بسمعها كده يقولك بيروح ساعة زمن احنا ممكن نقعد ساعة ناخد المقسات بس قبل ما نقطع اي حاجة فمفيش حاجة اسمها بيركب في ساعة انت سيبك من الفيديو اللي انا بعمله ده لا ده كل حاجة بتاخد وقت ومتحطش دماغك للجنب في ساعة زمن بيركب انت ممكن تقعد ساعة لو الفن ده حريف فعلا عشان ياخد المقسات ويزبط الدين ممكن ياخد ساعة بس ياخد مقساته فمتحطش يعني الفيديو اللي انت بتشوفه ده اللي احنا بنخلص على طول او بتقطع ويلزق وخلاص لا كم ده مش مزبوط لان ده شغل اتقون وعايز فني مش عايز حد يشتغل كده وخلاص تبدأ تقطع الشرايح وتقفل كأن التكييف فوق بديل الخشب ما تبينش حاجة خالص زي ما حضرتك شايف كده وبعد كده بتجيب زاوية اثنين ونص وتبدأ تاخد المقسات بتقفل الزاوية واحنا بنقفل الزاوية طبعا انا يعني هقولك طبعا بتزاوية سيليكون عشان الفتحات بتاع بديل الخشب تمسك في الشريحة الحق الضوت يعني انا اقولك يعني تكلفته المصنعية في حدود الف ونص لوح بديل الخشب 800 21 بديل لوح بديل رخام 800 جنيه 21 بديل الخشب 6615 الخمستاشر سيليكون بألف ونص اثنين زاوية ستيل ثلاثة متر الزاوية بخمسين جنيه فانت هتلاقي اجمال الحق الدوة 10500 جنيه طبعا بالمصنعية بكل حاجة بس حاجة اللي بتنزل تجيب الحاجة يعني مش انا والافضل اللي هتنزل تجيب الحاجة او الفن اللي هيركب بحيس اللي انت يعني تجيب حاجتك لان في الوقت هتلاقي بخمسمائة جنيه وممكن حاجة ما ترفوهش فيه ناس عندها ضمير وفيه ناس يعني لا فانت اضمن انزل هات حاجتك بايدك وتفرج على حاجتك تسيبك من شغل السور والكلام ده كله وتيجيب الفني يركب لك الحاجة تبقى انت ضامن جاي بحاجتك بايدك فيه طبعا ناس كتير كويسة يعني وناس محترمة جدا وفيه ناس بردك ممكن تغشك ده الطبيعي يعني بتاع اي شغلانة فانا بقى اشوف الافضل اللي حضرتك تنزل تجيب الحاجة فالحاقت دوت 4 متر 80 سنتي عامل 10500 جنيه بالمصنعية وانا قلت لك كل حاجة بالتفاصيل يعني والمصنعية ده انا بقولك في حدود كذا لكن لقيت اقل مفيش مشكلة لقيت اكتر بردك دي بتاعتك انت بقى بتختار الفن بمزاجك يعني بتبدأ تفنش بقى الحاقت والزاوية دي طبعا بتعمل شغل جدا للناس اللي مش عايزة يعني الشاشة برزة بتبقى داخلية عشان ما تجيبش النجار والموضوع يبقى بالنسبة لها صعب انا كده وضحت لك كل حاجة لو انت عايز تشير الحاجات دي من الرواعي في العتبة لو انت متعرفش محل ممكن هسيب لك رقم التليفون في صندوق الوصف توصل معي وبعط لك كارت بتاع محل ده مش دعان المحل ده يعتبر ارخص محل في الرواعي في العتبة لو حدك عندك حد انا ما عنديش اي مشكلة دي خدمة لحضراتكم اللي انا بعتلكم كارت محل كويس ولو انت عندك حقت مش المساحات دي اتسيب لك الرقم بتاع بصندوق الوصف بعتلي على الوصف وانا احسيب لك تكلفته كام مفيش اي مشكلة زي ما حضراتكم شفتوا كده وضحت لك كل حاجة اتمنى اللي انت تعمل لايك يعني اللايك ده بيفرق معنا جدا ولو انت وتم مجال الدكور والدكورات الحديث اشترك في قناة وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة اشوف حضراتكم على خير في الفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة